بسم الله ساعة كتيرة الواحد بيلاقي حاجة نشرت على صفحة صديق ليه الرجل ده محترم جدا وحاجة نشرت سيئة فيها صورة مثلا سيئة او فيلم سيئ او اي حاجة فالواحد بيحسن نظن بالشخص دوت هو غالما بحاجات اسمها تطبيقات خبيثة فيه تطبيق مثلا جاي بصورة بريئة لعبة مثلا بتدوس عليها فهو تلقائب ياخد صلاحيات انه نشر على صفحة بتاحتك يبعت رسائل لصدقائك فمن غير ما تتحسي وتلاقيه بعد نفسه ونشر نفسه الفيروس ده عند ناس كتيره فتيجي لينك لصديق ليك بدي يدوس عليها لان هو جاي منك انت فيبدأ الفيروس تيجي عنده او التطبيق الخبيث ده يتنشر على الصفحة بتاحته ويبدأ ينشر حاجات الصفحة بتاحته طيب ازاي تأكد ان اخر حاجات يتنشر على الصفحة بتاعتي هي اللي هي انا لان هو سعب ينشر على الصفحة وسعب ينشر على الجروبات سعب ينشر على الصفحات ممكن منشورش صفحة تحتك ونشور على الجروب فانت بشو يخب بالك تمام هتجي مستعمل لفوق خالص دوت وتقول له اكتفة لوج هيبدأ يظهر لك اخر حاجات حصلت اخر كومنتات اخر حاجات في صفحات لو انت شك في اي حاجة هتجي هنا في ادت وتقول له دليت تمام وساعت بيتلاقي اسم التطبيق هنا لو فيه تطبيق هو اللي كتب الحاجات ديت طيب انا عرفت التطبيق وعايز اقفله خالص هيروح اجاي هنا في سيتنج هلاقي ابليكيشن هبدأ شوف التطبيقات اللي عندي لو اي تطبيق انا شاك فيه ابدأ اشير منه الصلاحيات لو انا بش واسك يعني ممكن مثلا تطبيق زي ده مثلا تمام انا بش متأكد فهقول له بدل ما ينشر public لا انشر only me يعني لو نشر الحاجة غلط بس انا اللي هشوفها تمام الفرنس ليست هل هو يشوفها ولا لا الحاجات اللي هو مش عايز يشوفها باشير منه علامة صح تمام وهقول له safe طيب لو انا واسك ان التطبيق ده هو ده من اللذين اللي عمان نشر حاجات غلط تمام هاجي قدامك كده هلاقي علامة اكس هدوس على علامة الاكس دوت واعمل remove للتطبيق دوت بحيث ما يقدرش ينشر تاني على الصفحة بتاعتي تمام لكن هقول له remove هقول له remove كده خلاص التطبيق ده انا شلته من عندي ما يقدرش ينشر حاجة تاني طيب غالبا هو بيسرق الحساب بتاعي ازاي هو ببعث لي رسالة على الايميل بتاعي الجيميل او الياهو او الهوت ميل يقول له يلحق الحساب بتاعك تسرق فانت بتروح دايس على اللينك فيروح فتح لك صفحة هي بش الفيسبوك ولا اللينك دين ولا التويتر هو واخد نفس الشكل ومغير في الاسم فانت لازم بتأكد من فوق الاسم ممكن يخلى مثلا فيسبوك دوت نت او دوت اورج او شيل حرف الاو او كاتب الاف دي حرف الفي فانت مغرد شفت الشكل فبتكتب اسم الباسورد يروح سرقهم ويرروح داخل حساب بتاعك وياخد حساب بتاعك فانت ايلحق اول ما تلاحق زي كده ادخل على الحساب بتاعك غير الباسورد تمام هتكتب الباسورد الحالي وتكتب الباسورد الجديد هتجي تخش على السيكورتي تبدأ تشوف السيكورتي تقول له مثلا لو حصل حاجة بلغني لو لازم بقى بروفد يبعث لك كود على الموبايل بتاعك قبل ما تدخل لو انت ما كنت اشتغلت من الجهاز ده قبل كده يعني لو حد حاول يدخل من الجهاز جديد لازم يبعث لك رقم سري على الموبايل بتاعك اللي انت مدخله تمام فيه دي بعض الحاجات اللي بتصعب ان حد يختارك الحساب بتاعك تمام واحد يبع عنده برانوية برانوية اللي هو شعور الارتياب ان اي حد يبعث لحاجة على النموحي مثلا بعث لك فسالة على المسنجر اسأله هل انت اللي بعت ديت لو بعت لك لينك ويتم مكنتش اتكلمت في الموضوع ده خالص ولاته بعت لك لينك مثلا غريب بشكله كده مريب شوي هل انت اللي بعت الحاجات دي اه ده ديفها مثلا فيديو قيم طب خلاص افتح لا ده ده فيروس عندي او انا مش عارف هو بعت ازاي لا خلاص يبقى ان الحاجات دي ايه ما دست عليها وان شاء الله يعني ايه اه نحسن نظن ببعض لو حاجة نشرت غلط نبعت رسالة خلي بالك في حاجة تنشرت غلط انا اوصك ان انت مبعتش حاجات ديت السلام عليكم ورحمة الله بركاته اشتركوا في القناة